موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم بكل خير اختتمت قبل قليل أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين قمة القدس التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة الظهران برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وبحضور إخوانه وأشقائه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية انتهت هذه القمة إلى وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي المشترك لمواجهة التحديات والتي أكدت في أول بلودها على دعم القضية الفلسطينية وكذلك تسريع العمل العربي المشترك في كافة المجالات بالإضافة إلى إعلان الظهران الذي صدر مع ختام هذه القمة تفاصيل أكثر نناقشها في هذه التغطية المباشرة من قناة السعودية ويسرني أن أرحب بضيوفي هنا في الستوديو الدكتور عبد الله العساف الأكاديمي والمتخصص في الإعلام أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا حياك كذلك أرحب بدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والاستراتيجي أهلا دكتور أهلا وسهلا حياك معي أيضا عبر الأقمار من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والإعلامي الكويتي المعروف أهلا دكتور أهلا وسهلا أبدأ معك دكتور عبد الله وبعد أن شهدنا نهاية هذه القمة واختتامها بصدور إعلان الظهران وكذلك الوثيقة الأخرى المهمة وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة وهذا دليل على أن هناك بالفعل اتفاق عربي على ضرورة العمل بشكل أكبر في المرحلة القادمة أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا في تقديري الشخصي أنه قضايانا اليوم وجميع ملفاتنا وأزمات المنطقة العربية ستظل مفتوحة على مسرعيها ما لم نصل إلى مثل هذا القرار اليوم بحمد لله تم التوصل إلى هذا القرار وهو أن الخروج برؤية عربية مشتركة تجاه جميع المهددات والمخاطر التي تهدد أمننا القومي العربي إذن نحن اليوم بحاجة إلى التحصين الداخلي وأن نتقاسم هذا البعد الخطير الذي يهدد الوجود العربي تجاه قضايانا قضية فلسطين، قضية سوريا، أزمة اليمن، العراق كلها جميعها مترابطة وبشكل كبير جدا عندما تكون لدينا اليوم رؤية واحدة مشتركة ثقة ما من ثقة أن ننعكاسها على الأمن القومي العربي سيكون فاعل وكبير جدا أيضا انعكاسها على قضايانا وموقفنا من هذه القضايا أيضا سيكون إيجابي وفعال أيضا والأهم من ذلك أن العالم سيحترمنا ككيان قوي متماسك مترابط لنا صوتنا الواحد السيد أحمد أبلغيط قبل يومين تحدث قال الصوت العربي عندما يجتمع ويتحدث أنه مسمع اليوم المملكة العربية السعودية باستضافتها للقمة برهنت مرة أخرى على أن المملكة العربية السعودية عندما تكون القمة فيها فستكون ناجحة بجميع المقاييس عندما يتولى إدارتها خادم الحرمين الشريفين الرجل الحكيم الذي له حضور سياسي دولي وإقليمي وفي كل مكان أيضا ستكون هذه القمة أيضا ناجحة عطفا على زيارة سمو ولي العهد إلى عواصم صناعة القرار العالمي إذن اليوم رأينا عدد الحضور للزعماء العرب اليوم رأينا سلاسة الخطابات رأينا الاتفاق وهو اتفاق ربما لا تشهد كثير من القمم العربية اليوم النظرة بدأت تتوجه إلى عدونا المشترك الذي ربما ينحصت تحديدا في النظام الإيراني والإرهاب وهما وجهها لعملة واحدة نعم طيب أنتقل إليك دكتور عايد يعني قمة القدس كما أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في جلستها الافتتاحية اليوم هذه القمة نعرف أن مثل القمم العربية دائما يصدر عنها إعلان موحد يتناول أبرز الملفات التي تناولتها القمة لكن في قمة القدس اليوم شاهدنا أن هناك بالإضافة إلى إعلان الظهران هناك وثيقة تعزز العمل العربي المشترك ويبدو أنها مشروع أو جدول العمل قادم خلال الفترة القادمة والتي تترأس فيها المملكة أعمال القمة العربية شكرا جزيلا أنا أعتقد أن رئاسة المملكة العربية السعودية لهذه القمة هي في حد ذاتها نجاح وهذا نقولها ليس مجاملة ولكن لأنه بالفعل المملكة الحقيقة اليوم هي قائدة العالم العربي وبالتالي تتحمل مسؤولية أنها تنقذ هذه الأمة من أوضاعها المتردية الحقيقة أسعدنا جدا عندما خادم الحرمين أعلن أثناء المؤتمر أن هذه هي قمة القدس وكنا في السابق يعني نسأل تسمية القمة هل هي لم الشمل هل هي قمة المواجهة هل هي قمة الصمود القضايا الحقيقة وإذا بها بالفعل القمة التي يعني أثبتت المملكة بوقوفها إلى جانبها مثل ما قال الرئيس الفلسطيني أكثر من مرة أن المملكة كانت دائما وابدا مع فلسطين ومع القدس وهذا رد على أولئك الحقيقة المهاترين وبائعي الكلام الذين يتكلموا دون أن يفعلوا طبعا أنا أعتقد أيضا تبرع المملكة العربية السعودية أعلان خادم الحرمين الشريفين عن 150 مليون للأوقاف الإسلامية في القدس و50 مليون لألونروا الفلسطينية هذا الحقيقة يعني إعلان مباشر للدعم المادي والأهم يمكن على الأقل أدبيا وسياسيا هو التأكيد على انتقاد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار ذلك يعني أمر غير لائق والتأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين وبالذات القدس الشرقية وأنه لا تنازل عن حق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية وبالتالي نحن الحقيقة أمام خطوات عملية ليس الحقيقة مجرد يعني خطابات معتادة الحقيقة عجبني أحد يعني ممثل المجموعة الأفريقية قال أنه كثيرا ما نتكلم اليوم نريد عملا وأعتقد أن المملكة أثبتت أنها بالفعل تريد عملا بكل ما قالت وبكل ما فعلت جميل إذن دكتور أحمد من خلال إعلان خادم الحرمين الشريفين دعم المملكة العربية السعودية بأكثر من 200 مليون دولار للفلسطينيين هذا استشعار بأهمية هذه القضية وأنها من أولويات المملكة العربية السعودية دائما والمملكة الآن وهي ترأس هذه القمة تعمل وأطلق أيضا على هذه القمة قمة القدس فهل هذا بالفعل تجسيد عملي لمرحلة مقبلة لإيجاد حل لهذه القضية لنصرة القضية الفلسطينية كما أشارت الوثيقة التي صدرت في نهاية هذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية حيك أخي هلال وحي الزمن العملي معك في الستيديو وحي أستاذي الدكتور عبد الله عساف وأيضا أستاذنا العزيز الدكتور عيد المنع الحقيقة أولا القمة هذه هي اجتماعها لمجرد اجتماعها هذا هو نجاح لماذا؟ لأنها العالم العربي مر بظروف أصبح كثير من المتربصين يراهن على اجتماع هذه الأمة في وقت من الأوقات بل أصبح يفرح عندما رأى أربع دول من الدول العالم العربي وهي تعاني من الصراعات وكأنهم أصبحوا يراهنون على هذا التمزيق أو على شرذمة الأمة العربية التئام هذا العدد الكبير من جميع الدول العربية وهذا المستوى الرفيع في التمثيل هو بحد ذاته نجاح يكفي لو لم يكفي لهذا الاجتماع هي من القمم النار التي يحضرها هذا العدد من الأساة دول لقد رجحت التمثيل بهذا الاجتماع لأنه يحمي رسالة أولاً لمن يتربص بهذه الأمة من الأعداء بأن الأمة العربية تختلف قد يحصل هناك نوع من التباين في المواقف ولكن إذا تعرض الأمن القومي العربي للتهديد فإنهم يدن وحده هذه الرسالة قد وصلت إلى الطرف الآخر في إيران هذا الاجتماع الذي كان على الجانب الشرقي من المملكة العربية السعودية قد أوصل هذه الرسالة جاء هذه الاجتماع أيضاً بعد استحقاقات مثل القرار الأمريكي لنقل القدس فكانت القمة باسم القدس حتى نقول للعالم الذي أتلق معنا وكل العالم كانوا ضد هذا القرار لنقول أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين أيضاً جاء بعد استحقاق أيضاً ما حصل في سوريا لنقول أن الأمة العربية مهما تعرضت من هذه النكبات أو تعرضت من هذه الجراح تبقى الاعتماد على الله عز وجل ثم على أبنائها في صد هذا التقول النقطة الثالثة والمهمة جداً وهو من الناحية الأمنية أن الأمن القومي سواء كان الأمن السياسي أو الأمن الاقتصادي كان حاضراً في هذه القمة سواء كان بالدعم المادي للقضية الفلسطينية أو ما أشار إليه مسؤول الأفريقي عندما قال نريد أفعالاً لأقوال وقد استبقت المملكة العربية السعودية هذا بتقديم أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الدول الساحل الأفريقي للتغول الإيراني ولتفريخ الإرهاب ولذلك أعتقد أن هذا التوجه وجعل القضية الفلسطينية التي كثيراً راهنوا عليها وكثيراً من المطبلين عندما حدثت عملية رقل السفارة قالوا ماذا فعلت العرب؟ حتى بعضهم قال ماذا فعلت مملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية لا تقول أو لا ترفع الشعارات مثل الذين رفعوا الشعارات لتحرير القدس ثم ذهبوا لاحتلال العراق ثم رفعوا الشعارات ثم ذهبوا لتدمير سوريا ثم أرادوا تحرير القدس فدمروا الشعب الإيراني المملكة العربية السعودية تقدم حلول واقعية قدمنا المبادرة العربية التي أصبحت مبادرة عالمية ثم الآن نقدم الحلول على الأرض نعم دكتور عبد الله كان الحديث قبل هذه القمة وأثناء هذه القمة وبعدها عن القضية الفلسطينية وأنها هي الملف الأهم هل ترى بالفعل أن هذه القمة عالجت هذا الملف بالشكل الجيد الآن المملكة العربية السعودية برهنت على أهمية هذه القضية وأولويتها بالنسبة لها وهذا رد على المتاجرين بالقضية الفلسطينية الذين دائما نسمع شعارات كما ذكر الدكتور أحمد ولا نرى تقديم أي عون أو نصر لهذه القضية باعتقادك بعد هذه القمة كيف سيكون الملف القضية الفلسطينية حتى نختتم هذا الموضوع وننتقل إلى موضوع آخر حتى فعلا نكون عمليين أكثر يجب أن يتوجه اليوم وينبثق فعلا من الجامعة العربية اليوم عدد من المسؤولين لزيارة عواصم صناعة القرار في العالم مجددا للحديث مع المنظمات الدولية لزيارتهم مرة أخرى لنقل هذا القرار العربي الذي صدر اليوم بالإجماع أنه هذه القرار انعكاساتها السلبية على عملية السلام إذا كان لدينا مشروعا سلام اليوم في المنطقة محمود عباس أبو مازن اليوم تحدث عن هذا المشروع هناك مشروع عربي اليوم العرب هم من يمدون أيديهم بكل ثقة إلى الجانب الآخر الذي يرفض اليوم السلام ويجب أن يبين للعالم من هو الطرف الذي الآن يرفض السلام ومن من هو الطرف الذي يحارب اليوم العرب والمسلمين إنه الطرف الآخر الطرف اليهودي إذن هذه الزيارة يجب أن تشمل الأمم المتحدة تشمل زيارة بريطانيا تشمل الأمم للولايات المتحدة وغيرها من صناعة العالم لبيان الحق العربي والفلسطيني في القدس وحق تاريخي ثابت أيضا ما ينبغي عليه وهذا هو الأهم هناك انعكاسات إيجابية على عملية السلام وإذا حدث العكس فسيحدث العكس في العملية السلام ننوه إلى أنه يعقد أو بدأ منذ دقائق المؤتمر الصحفي الذي يعقده معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير برفقة معالي أمين الجامعة العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط للتعليق على قرارات هذه القمة وإعلان الظهران والإجابة على أسئلة الصحفيين أنقل الموضوع إليك تكتور عايد فيما يتعلق بأحد بنود وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي هو التصدي للأطراف الإقليمية والأحزاب والميليشيات داخل الدول العربية وإيقاف تمويلها من الخارج هذه هي المعاناة العربية في السنوات الأخيرة تمزق الجسد العربي بسبب التدخلات الإيرانية في أكثر من عاصمة عربية وجود ميليشيات إرهابية تدعمها إيران بالمال وبالسلاح مثل الميليشيات الحوثية وأيضا حزب الله وغيرها من الميليشيات الموجودة في الأراضي العربية كذلك هناك حديث عن التدخل التركي في العراق وفي سوريا كيف رأيت موقف القادة في هذا الملف بالتحديد؟ نعم لا شك بأنه من المشاكل التي تعاني منها الأمة العربية أنه للأسف الشديد هناك بعض القوى العربية حزاب أو تنظيمات أو طوايف للأسف الشديد إذا حيانا بعض من أبنائها يصدق بعض الشعارات الغير صحيحة ويذهب معها إلى أبعد حد بما في ذلك حقيقة الدعم والإسناد وإطاعة الأوامر حتى ولو كانت ضد مصلحة الوطن لكن هؤلاء لله الحمد والمنى قليلين جدا خاصة في منطقتنا قليلين جدا للأسف نجد تنظيمات مثل حزب الله والحوثيين يخوضوا حروب من أجل إيصار رسالة الممول الرئيسي والأب الروحي لهم في طهران هذا يمكن ليس لدينا ولكن الحقيقة ليس بعيدا عننا وجدناه للأسف في العراق في سوريا في لبنان محاولة أن يحدث في اليمن عصبت بها عاصبة الحزم وبالتالي يعني لم يتمكن لكن أداءه لا زال يصلنا من خلال الصواريخ الباليستية التي وصل أكثر من مئة صاروخ إلى المملكة العربية السعودية وتم إحباطه لله الحمد والمنى نعم طيب دكتور أحمد هناك في إعلان الرياض إعلان الظهران عفوا كان هناك معالجة لكثير من الملفات نعلم أن الملف السوري والقضية السورية هي من الملفات الساخنة في هذه القمة كيف رأيت معالجة القمة العربية 29 للقضية السورية أحسنت من بداية الأزمة قبل ثمان سنوات من الآن كانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي وقفت مع الشعب السوري فيما يرى ولم تقف فقط بالإعلام وإنما وقفت بالعمل على الأرض الذين صدروا المفخخات وصدروا أكثر من 90 إصابة ومنظمة تفجر هذا ما رأيناه في سوريا المملكة أنشأت أكبر مركز للإيواء وخيم الزعتري في العالم وقدمت له كل ما يلزم الشعب السوري استضافت الشعب السوري على أرض المملكة العربية السعودية كشعب وكأخوان وليس كلاجئين كما فعل الاتحاد الأوروبي في جميع المحافل الدولية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن كان صوت المملكة العربية السعودية ضد أولا التدخل الإيراني في سوريا ضد الأسلوب الفاشي الذي يستخدمها النظام السوري لقتل الشعب كانت ممن أيضا على لسان وزيره الخارجي أن المملكة العربية السعودية مستعدة أن تدخل ضمن أي تحالف عربي أو دولي لإنقاذ الشعب السوري لذلك أنا أقول مملكة العربية السعودية ليس فقط في أزمة سوريا وإنما في أزمة اليمن في أزمة ليبيا في أزمة العراق في موضوع لبنان دائما المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم الحلول العملية القابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات بعيدا عن البربغندا التي دائما تطلقها كثيرا من الدول التي تسعى دائما إلى خلق الفرقة تجد أن كثيرا من اللاعبين الذين موجودين الآن على الأرض السورية لم يقدموا حلولا عملية سواء كانت روسيا أو كانت إيران أو تركيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الاتحاد الأوروبي لم يقدموا حلولا على الأرض المملكة العربية السعودية منذ انطلاق الأزمة قدمت الحل قدمت خارض الطريق لكي يعود الشعب بالسوري وتعود سوريا إلى حظنها العربي اليوم في هذا المتمر أين كل القرارات كل الكلمات التي استمعنا إليها تقف مع الشعب السوري الشعب السوري بكل فعالياته بمعارضاته الموجودة سواء في المملكة أو في مصر أو في تركيا أو في الأمالك الأخرى تجه دائما صوتهم مطابق لصوت المملكة العربية السعودية نعلم دكتور عبد الله أن الموقف العربي في القضية السورية لم يكن بالموقف الحاسم والمتفق من البداية لمعالجة هذه القضية التدخل الروسي التدخل الإيراني تدخل أكثر من طرف في هذه القضية ساهم في تراجع الموقف العربي تعاني هذه القضية بالتحديد من عدم الاتفاق بين الدول العربية من انحياز أيضا بعض الدول العربية للأسف إلى الموقف الإيراني وهذا ما أشار إليه معالي أمين جامعة الدول العربية اليوم في كلماته أثناء الجلسة الافتتاحية بأن هناك بعض الدول للأسف تنحازل الموقف الإيراني بعد هذه القمة هل تعتقد أن هناك إصلاح للموقف العربي في القضية السورية؟ بل يجب أن يكون هناك إصلاح لأنه اليوم ماثل للعيان أمامهم النتيجة نتيجة الانحياز إلى قومية غير عربية متربصة أي أن كانت فارسية أو تركية أو حتى روسية هذه النتيجة اليوم أصبحت مطالبة القمة العربية خرجت بمقاربة عربية للحفاظ والشيء على الوحدة الأرض السورية على عروبتها على تجنيبها أن تتحول إلى حلبة صراع عالمية بين الشرق والغرب ثم طالبت بأن يكون جميع القوى الأجنبية بميليشياتها بجيوشها الخروج من الأرض السورية أن يكون هناك تفاهم سوري سوري بين الأطراف السورية بأجمعها المعارضة السورية مع النظام السوري وهم أقدر على الوصول إلى الحل المملكة العربية السعودية كانت دائما تدعم المبادرات أو الحلول السياسية في سوريا العالم لم يستمع اليوم السورية قد تكون عرضها اليوم إلى الدمار والخراب أكثر مما لحقها من دمار وخراب عندما يلتح من الشرق بالغرب هذا من ناحية الناحية الثانية من الذين اليوم يتغولوا فيها هناك مصالح مصلحة إيران أن تجعلها ممرا لها وخطا للحرير الإيراني إلى البحر الأبيض المتوسط الترك عندما تغولوا فيها دون تفويض شرعي أو من الأمم المتحدة ودخلوا إلى داخل الحدود السورية وهنا أيضا مطالبة لهم بالعودة إلى داخل حدودهم الروس أيضا عندما حاولوا اليوم مرة أخرى تثبيت أقدامهم بعدم وجود أي تسوية تتم في الملف السوري إلا من خلال بوابة الكريم إذن كل هذا بأسباب كثيرة ليس سببها فقط الجامعة العربية حتى نكون منصفين سببها تقهقر الغرب منذ البداية الحرب السورية في عهد الرئيس أوباما مكن للروس أن يملأ هذا الفراغ كل شبر تتراجع عنه اليوم الولايات المتحدة في العالم يملأه الروس وبالتالي ستكون النتيجة اليوم مكلفة حتى على الولايات المتحدة طيب أنتقل إليك دكتور عايد في نفس هذا الموضوع السوري من خلال طلاعك وقراءتك المبدئية لإعلان الظهران والوثيقة وثيقة تعزيز الأمن العربي المشترك هل تعتقد أن العرب قادرون على ترميم موقفهم تجاه هذه القضية المضيء بشكل أفضل وأسرع لإيجاد حل للمعاناة السورية أولا شكرا أخي هلال ورح أسبقك وأعلن أوذيع أن خادم الحرمين الشريفين أمر برفع الدعم السعودي للسلطة الفلسطينية من 7.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار كما أعلنت أعتقد الوزير الجبير نعم صحيح الموضوع السوري حقيقة الموضوع السوري لا شك بأنه يؤلمنا جميعا النظام سيء صحيح ولكن الأطراف التي تقاتل النظام قد لا تكون أفضل من النظام ولذلك نحن أمام مشكلة الآن معقدة سوريا مستباحة محتلة من عدة دول محتلة من الإيرانيين ومحتلة من الروس ومحتلة من الأمريكان ومحتلة من الأتراك وربما حتى قوى ذات نفوذ معين في جانب ما لذلك اليوم المطلوب بالفعل هو العمل على إيجاد حل سياسي للمعضلة السورية وجنيف واحد هي الحقيقة لإطار الأمثل لهذا الحل وعدم الاستمرار بترك الموضوع لأطراف أجنبية تتلاعب في هذه القضية ليس لهم كلهم أي حقيقة مبرر يمكن الروس لأن في اتفاق مع الحكومة السورية ولكن هذا الاتفاق لا يبرر أن نسمح بقتل الشعب السوري هذا غير مبرر لذلك المطلوب اليوم عربيا أن يأخذ العرب المبادرة ويعمل على الذهاب إلى مؤتمر سلمي ينهي هذه القضية من خلال وقف إطلاق النار خروج جميع القوات الموجودة الآن في سوريا إعادة اللاجئين خلال فترة زمنية معينة والعمل على إجراء انتخابات حرة ديمقراطية تحت إشراف عربي ودولي يؤدي إلى أن الشعب السوري الحقيقة يأخذ مبادرته بنفسه ويحكم نفسه بنفسه العرب يفترض وبالتأكيد أن اليوم رئاسة المملكة أنا باعتقاد وحرصها الشديد على لم الشمل العربي ستكون بهذا الاتجاه وستعمل على يعني إنهاء هذه الجراح في الجسد العربي وبالذات في سوريا التي أصبحت بالفعل مستباحة أمام أكثر من طرف الإيرانيون والأتراك عليهم أن يكونون جيران وليس عليهم أن يكونوا محتلين أن ينسحبوا تماما ويتركوا الأراضي السورية للسوريين ولا يتدخلوا في شونهم الداخلية لأن هذه الحقيقة التدخلات ستخلق المزيد من الانشقاقات وستؤدي إلى مزيد من التوتر والصراعات داخل الوطن السوري الذي يعاني من مشاكل كبيرة القضية ليست كيماوي فقط القضية أكبر وطن اليوم قاعد يتمزق ويضيع أمام عيوننا وهذا حتما المملكة الحقيقة التي وحد المؤسس الملك عبد العزيز هذه الجزيرة العربية لن تسمح بأن تكون سوريا مشتتة ومشرذمة جيد طيب دكتور أحمد تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه وفق للمبادرة الخليجية هذا أيضا من البنود المهمة في قمة القدس قمة الظهران خادم الحرمين الشريفين أشار في كلمة اليوم إلى أن الميليشيات الحوثية في اليمن استهدفت المملكة بصواريخ وصلت إلى 119 صاروخاً ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة كيف رأيت الموقف العربي حول هذا الملف أحسنت أولا وجود الرئيس اليمني الشرعي المعترب به دولياً الرئيس عبد الربوهادي منصور وعلم الجمهورية اليمنية وسط هذا الجمع العربي هذا بحد ذاته يعتبر دعم سياسي للقضية اليمنية ويعطي بعداً استراتيجياً ويعطي رسالة أن الذين يقفون خلفه في صنعة لا يعترف بهم إلا نظام الملالي في إيران ويعترف بهم إلا نظام أو حزب حسن نصر الله في لبنان إذن الذين يقبعون الآن في صنعة وهم محتلون هذه عصابة هذه يمليشيا لذلك هذا الحجد الذي أجمع كلهم على تجريم هذه العصابة وعلى الدعم الشرعية اليمنية وفق القرار الأممي 22-16 الذي يجرم هذه العصابة ويعطي هذا البعد الاستراتيجي لهذه القضية وموقف الأمملكة العربية السعودية وهي تقود التحالف العربي مع شقيقاتها في الدول العربية هذا الحقيقة يعد انتصاراً معنوياً وسينعكس أيضاً على الأرض تجد الانتصارات الآن موجودة على الأرض والمحاصرة لهذه العصابة حتى يتم إخراجها إذن ما الذي بقي لهذه العصابة حتى أيضاً هناك رسالة للذين لازالوا مترددين أو الذين لازالوا رهنون أو الذين لازالوا هناك منطقة رمادية يعيشون فيها سواء في العالم العربي أو في العالم الغربي يعني في الفترات الماضية الحقيقة وأقولها بصراحة كنا إذا كانوا في تصويتنا على قضية اليمن هناك أياد لا ترتفع في هذا القمة كل الأياد ارتفعت لتجريم هذه العصابة المجتمع الغربي الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك أيضاً دعماً كاملاً ولكنه تنظير أعتقد بعض هذه القمة وهذه الرسالة الواضحة أن هذه العصابة وما تستخدمها من أسلحة إيرانية ثبتة بالدليل القاطع أنها تصدير إيراني سيكون المرحلة القادمة هي مرحلة التجريم الانتصار على الأرض قد حدث الإجماع السياسي قد وجد إذا بقي الآن بعد أن شخصت ولو لو يكون لهذه القمة اسم قمة القدس لكانت قمة تشخيص الأمراض هذه القمة شخصت الأمراض التي تعاني منها الجسد العربي وهو في سوريا في اليمن في ليبيا العراق الحمد لله قد تشافى من هذه الأزمة لبنان لا زال حقيقة حبيس لأزمة حزب الله هذه الموجود هذا موضوعنا القادم ولكن دكتور دكتور عبد الله فيما يتعلق بالملف اليمني المملكة العربية السعودية تقود تحالف عربي لعادة الشرعية اليمنية هناك بعض المواقف من الدول العربية لم تكن واضحة منذ البداية هذه القمة هل بالفعل شخصت هذه القضية بشكل الجيد حتى تصل إلى العلاج الناجع الذي ينبغي أن اتفق عليه كل العرب طيب أنا بستاني إذا سمحت لي برجع إلى شيء مهم جدا وهو الحقيقة استثارني وهو أن هذه قمة القدس هي بالفعل قمة القدس المملكة تتحدث اليوم بالأفعال ليس بالأقوال المبلغ اللي يرفع ترى ليس بسيط وهو مبلغ شهري من 7.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريا بالسلطة الفلسطينية هذا رد على كل حاقد بالإضافة إلى 200 مليون دولار هذا خارج الإطار هذا دعم شهري هذا التزام من حكومة المملكة العربية السعودية إلى السلطة الفلسطينية لتسير أعمالها التي يستفيد منها جميع الفلسطينيين دون استثناء انظر إلى الآخرين هناك جيش أو فيلق القدس لا يمكن أن يطلق باتجاه الإسرائيل طلقة واحدة بل يروح يحارب بصنعة ويدمر صنعة لم يصرف دولار واحد إلى الشعب بل تصرف إلى ميليشيا إيران الآن دعني أكون أكثر صراحة إيران اليوم تدعم ميليشيات تدعم ميليشيا حزب الله ليقتل اللبنانيين تدعم الحوثي ليقتل اليمنيين تدعم بشار ليقتل السوريين تدعم في كل مكان ميليشيا انظر إلى الدعم السعودي هنا السعودي تدعم شعبا بأكمله لا تبالي دعمها بأي يد وقعت ولا مساعداتها ولا تسأل من استفاد ومن لم يستفيد هي لجميع الشعب الفلسطيني دون استثناء وفي هذا رد الحقيقة بليغ على الجميع هذه القمة تحولت من عهد المؤسس الملك عبد العزيز وهذه التبرعات المستمرة يعني بالأرقام العالية جدا كانت موجودة في عهد ملوك سابقين وأعلنت وغير المعلن أيضا الذي يدعم الخضية في الفلسطيني من عهد الملك عبد العزيز واجتماع المائدة المستثيرة عام 1935 إلى اليوم هذا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين المملكة مواقفها في المحافل الدولية والإقليمية دائما ما تدافع على الحق الفلسطيني وبالمناسبة المملكة في قمة العشرين خادم الحرمين هي قمة اقتصادية نجده ينادي بالحق الفلسطيني وعاصمتها القدس إذن دعني أننا ننتقل إلى اليمن اليمن اليوم بالمناسبة العالم يشهد أجمع أن المملكة العربية السعودية عندما قادت هذا التحالف ثبت لهم أنه لا تدافع عن المملكة ولا تدافع عن اليمن ولا عن الخليج بل هي تدافع عن العالم لأنه إيران لو تمكنت اليوم من اليمن لحولت اليمن إلى بؤرة لاحتضان الإرهاب للسيطرة على منفذ أو مضيق باب المندب وخنقت الطاقة العالمية اليوم عن طريق باب مضيق هرمز اللي هو باب السلام وليس هرمز لأنه بالمناسبة إيران تزور في التاريخ والجغرافيا هذا المضيق هو أقرب إلى جزيرة مسندم العمانية واسمه مضيق باب السلام أيضاً لم سيطرت على هذين المضيقين لم احتاجت إلى سنح نووي لها استطاعت أن تخنق اليوم الطاقة العالمية لتذهب إلى الشرق والغرب إذن اليوم نحن بحاجة اليوم إلى وقفة من العالم مرة أخرى للتأكيد على أهمية عاصفة الحزم اليوم أنا رأيت في الكلمات التي استمعت إليها من الرؤساء تأييد وشجب واستنكار لما قذفت بها المملكة العربية السعودية من اعتداءاتهم من قبل ميليشيا الحوثي ومن يدعم الحوثي مثل ما تفضل الدكتور أحمد الأيادية التي كانت خافتة في السابق اليوم ارتفعت تأييدا للمملكة العربية السعودية نعم طيب دكتور عايد عشان الوقت أيضا هناك الكثير من البنود المهمة والقرارات التي تضمنها البيانة الختامي لهذه القمة موضوع لبنان ونعرف أن لبنان يعاني من وجود الميليشيات الإرهابية مثل حزب الله وغيرها وسيطرتها على القرار اللبناني هناك دعم للبنان من خلال هذه القمة ما الذي ممكن أن يقوم به العرب في هذا الخصوص شكرا أولا أكد أخي يعني تسمية القمة بقمة القدس باعتقادي هي يعني رؤية سعودية للتأكيد للصديق الأمريكي بأننا أولوياتنا هذه القدس هي من أهم أولوياتنا إذا كان يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأصدقاء طبعا لبنان كما ترى الحقيقة لبنان للأسف الشديد منذ فترة يمكن منذ على الأقل منتصف تسعينيات القرن الماضي وهو يعاني من التدخل الإيراني الواضح والصريح حزب الله كان يوما من الأيام حزب مقاومة ونقر له بذلك عندما كان يقاتل إسرائيل لكن الحزب عندما انتهت مسألة الاحتلال الإسرائيلي لماذا لم يتحول إلى حزب سياسي كأي حزب آخر لماذا يتمترس ورد ترسانة الأسلحة والصواريخ ليجبر الحكومة اللبنانية ويجبر القوى السياسية اللبنانية على أن تسير كما يريدوا لها مرة من المرات احتل بيروت وأحدث يعني أزمة في الشارع السياسي اللبناني في جرود عرسال تقدم هو دون أن يأخذ إذن من الحكومة اللبنانية ليقاتل داعش وبالتالي اضطرت الحكومة اللبنانية أن تساير الوضع لذلك نحن أمام وضع الحقيقة مليشيا تحكم دولة نقولها بكل وضوح لليشقها في لبنان فإذا رادوا بالفعل أن يكون وضع لبنان مختلف أن تكون الدولة هي التي تحكم الجميع وتقول لها السيادة دولنا كلها تساند لبنان وشعوبنا كلها تحب لبنان وكلنا نريد دعم لبنان وإسناده ولكن للأسف الشديد هناك مجموعة أقلية تملك القوة العسكرية وبالتالي تفرض الإرادة السياسية يعني وزراء لبنانيين يتكلموا حتى من أحزاب لا تنتمي لحزب الله ولا لاتجاه أصبح اليوم تحدثهم باسم حزب الله وبالتالي يعني فرض حزب الله إرادة بالقوة من خلال الحقيقة الدعم الإيراني اللي قال على حزب الله واضح أن كل شيء وليس أي وليس بعض الأشياء نعم طيب دكتور أحمد الجميع كان يتحدث بشيء من التفاؤل عن هذه القمة قبل إنعقاده وبأنها ستصل إلى قرارات مهمة في الشأن العربي ومن صالح المواطن العربي هل بالفعل أوفت هذه القمة بوعودها نعم أنا أعتقد أنها قد رجحت بانتياز أولا لالتئام هذا العدد الكبير من القادة والمسؤولين على العالم العربي أيضا تشخيص الأمراض التي تعاني منها الجسد العربي نقطة مهمة جدا ولعلك تذلي فيها وهو دعوة خادم الحرمين الشريفين وهي المرة الثانية لإصلاح جامعة الدول العربية كما سبقها في جامعة البحر في قمة البحر الميت عندما طالب بإصلاح الجامعة هناك قرارات تاريخية تخرج من القمم يفترض أن يكون أمامها جامعة عربية مرنة لديها قدرة على التنفيذ إذن إذا لم يكون أمام هذه القرارات الحقيقية العملية جامعة وأمانة عامة مرنة ولديها القدرة والصلاحيات وإلا ستبقى هذه القرارات هل المسكلة في الأمانة والجامعة أو في الدول نفسها النظام الجامعة يحتاج إلى هذا التنظيم قال الملك سلمان حفظه الله أنه قرار الإجماع هذا هو كبل قرارات الجامعة يجب أن يعادل تنظيمها مثل ما أيضا الأمم المتحدة الآن في دعوة إلى إعادة النظر في الفيتو لأنه حتى الفيتو أيضا قتل القرارات في مجلس الأمن إذن الأمم المتحدة الجامعة العربية مثل ما أيضا دعاينك كل هذه المنظمات إنشأت في فترات معينة إذنك قرارات إذنك قرارات ممتازة من الجامعة العربية من القمة العربية خرائط عمل أو خرائط طريق لمشاكلنا سواء في اليمن في سوريا في لبنان في الساحل الغربي الساحل الشرقي في أفريقيا من الذي سيتابع تفعيل هذه القرارات ومن الذي سيوصل زبط ما تفضل الدكتور عبدالله هذا الصوت إلى الغرب هل تعتقد أن الوثيقة التي صدرت في اختام هذه القمة وثيقة تعزيز الأمن القوم العربي المشترك ستكون ملزمة لتنفيذ هذه القرارات يفترض أنها تكون ملزمة وهي ملزمة فعلا ولكن من هو المسؤول بمتابعة هذه القرارات أنا أعجبني كلمة قالها الملك عبدالله بن الحسين قال يجب أن نركز على العمل الدبلوماسي والإعلامي لإيصال سلاثنا إلى العالم الغربي دقيقة واحدة العمير محمد بن سلمان في زيارة المدة شهر استطاع أن يقدم رسالة تعادل 40 سنة ماضية إذن الجهد الدبلوماسي الجهد الإعلامي من الذي يقوم به؟ الجامعة العربية وفق قراراته ونظمتها الدكتور عبدالله في هذا المجال وفي نطاق الجامعة العربية والإصلاحات التي تحتاج إليها لاحظنا في هذه القمة أن هناك شفافية حتى من أمين العام الجامعة نفسه عندما تحدث أن للأسف بعض القرارات لا تفعل بشكل جيد ليس هناك توافق بشكل وانسجام بين الدول العربية أعضاء الجامعة بشكل مطلوب وتحدث عن أنه بصدد مشروع لموائمة الموقف العربي تجاه كافة القضايا فهل تعتقد أن هذه القمة هي بداية أصلاح للجامعة العربية؟ أنا أعتقد أنها تعتبر بالمناسبة أقدم من المتحدة وأقدم منظمة إقليمية قديمة جدا إنشاءها إنشأت في ظل ظروف معينة في ظل تداعيات إنشأتها سبع الدول المنمثة العربية والسعودية أحدها عام 46 إذن اليوم مرور 70 سنة على عمرها هي بحاجة إلى المراجعة وهذا ليست عيد كل منظمة في العالم هي بحاجة إلى المراجعة في بنودها في أنظمتها في رؤية لمستقبلها أنا أعتقد اليوم القرار الذي كبل الجامعة العربية هو قرار الإجماع كبل كثير بل قتل كثير من القرارات الجامعة العربية اليوم بحاجة إلى عادة مرة أخرى مراجعة بياناتها مراجعة أنظمتها مراجعة دورها يجب أن تعطل زخم قوي جدا أن تكون فعلا هناك ممثل كممثل الاتحاد الأوروبي تستطيع أن تناقش جميع دول العالم عندما تحضر يحضر شخص واحد هو ممثل ل22 دولة يكون هو ممثل لجامعة الدول العربية هو الممثل العربي هذا يحتاج إتفاق كل الدول العربية في وجهة أدر وقتها من هذه القمة أنا أعتقد أنها بدأت تشعر بأن هناك خطر بأن هناك حاجة اليوم إلى اتحاد عربي لأنه اليوم نقاط المشتركات التي لدينا أكثر من نقاط الاختلاف لدينا عدد كبير من المشتركات اليوم كل قضايانا هي سياسية وأمنية لدينا قضايا اجتماعية ولدينا قضايا اقتصادية لكن هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن تتم ما لم يكن هناك بيئة آمنة لدينا اليوم الاتحاد الجمركي لدينا السوق العربي المشترك لدينا سكة عربية موحدة تربط الدول العربية لدينا الربط الكهربائي ماذا لدينا من المشكلات؟ لدينا من المشكلات مشكلة إيران رقم واحد ومشكلة التطرف والإرهاب ليس لدينا اليوم مشاكل مع الحدود نحن اليوم لغتنا واحدة ديننا واحدة المشتركات التي لدينا ليست لدى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لديه لغات مختلفة ليس لديه لغة واحدة تحكمها لديه منطلقات الاقتصاد وحد الاتحاد الأوروبي نحن لدينا مشتركات اقتصادية كبيرة كثيرة بأنها توحدنا اليوم الاقتصاد هو من يعالج دائما ارتباك السياسة وخطأ السياسة بين الدول العربية التي تلقف حاجزاً أمام توحيد الرؤية اليوم النظرة الحزبية المذهبية القطرية الضيقة هي العائق دكتور عايد في نفس الموضوع إصلاح الجامعة العربية لمست من خلال هذه القمة ومن خلال البيانات التي صدرت عنها أن هناك بالفعل نية واضحة وجادة لدى قادة الدول العربية بمراجعة الموقف العربي بمحاولة توحيد الصف لتفعيل هذه القرارات المهمة التي صدرت عن هذه القمة نعرف أن القمم السابقة عالجت الكثير من المواضيع صدرت عنها بيانات ولكنها لم تفعل مما أفقد الشارع العربي الثقة في مثل هذه القمة صحيح أنا اتفق مع خوية الكريمين الدكتور العساف والشهري بأن موضوع إصلاح الجامعة العربية أصبح ضرورة ولا غنى عنه على الإطلاق إن أردنا أن يكون لنا مكان تحت الشمس الدولية طبعا ليس فقط الجامعة العربية أيضا ميثاق أو بيانة تأسيسي لمجلس التعاون كذلك وأيضا ميثاق لأمم المتحدة كل هذه صيغت في فترات زمنية لأسباب معينة ميثاق لأمم المتحدة أعطي خمسة دول حق النقضة الفيتو خلال فترة قلقة بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي كان ربما يكون هناك مبرر المنتصرين فرضوا ما يريدون الجامعة العربية الحقيقة هذا الميثاق جاء ليعطي بالإجماع الحق في القضايا الحيوية وهذا كان من أجل لبنان بالمناسبة حتى لا يكون هناك أي تطاول عليها وما شابه ذلك كانت القصة أنه لبنان له وضعية خاصة وبالتالي إن لم يوافق يبطل أي قرار تجاهها اليوم وضع لبنان خلاص ترتب دولة مستقلة معترفية وليس هناك عليها أي خطر وبالتالي لابد من تعديل ميثاق الجامعة العربية لتكون القرارات بالأغلبية هذه الديمقراطية المفترضة الحقيقة راية الأغلبية هو الذي يسود ولقل لي تحترم راية الأغلبية حتى لو لم تتبق معها بهذا الاتجاه وبالتالي من حق أن تعبر عن رأيها لكن ضمن إطار المصلحة القومية المشتركة للأمة العربية اليوم نحن أمام يعني مفاصل قضايا خطيرة إذا بقينا على هذه الوضعية لن نعمل على حل أي شيء حتى التنمية حتى السوق العربية المشتركة ما بين الدول العربية لن تقوم طالما أن هناك من يمكن أن يعطل القرار بالاعتراض من قبل صوت أو صوتين من الدول الأعضاء في هذا الجانب لذلك أصبحت حيوية في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة وفي مجلس التعاون الخليجي نعم طيب أنا أتبقى لديه دقيقة ونصف تقريبا وسؤالي الأخير أبغى من كل واحد منكم نصف دقيقة للتعليق عليه المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة حتى موعد عقادة القمة القادمة سترأس كل جداول أعمال هذه القمة والإشراف على تنفيذها ماذا يعني ذلك في القدرة على التنفيذ بالشكل الجيد؟ المملكة العربية السعودية هي دائما في حالة ترأس انطلاقا من موقعها الجغرافي موقعها الديني هي دائما تحمل هم العالم العربي والعالم الإسلامي أيضا وجودها الآن كرئيسة لهذه القمة لمدة عاما قادم كامل هي إن شاء الله ستكون حافزا ورافدا وداعما لتنفيذ هذه القرارات انطلاقا من موقعها وانطلاقا من مكانتها وموجود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بسمه وليه عهد إن شاء الله دكتور عبد الله المملكة دائما داعية إلى وتحدث عنها اليوم خادم الحرمين إلى تفعيل منظومة العمل العربي المشترك هذه الكلمة تعني سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وهي قادرة على ذلك دكتور عايد تعليقك على قيادة المملكة للعمل العربي المشترك نعم المملكة الحقيقة في هذه الظروف الصعبة هي مكسب للجامعة العربية للأمة العربية بأن تتولى قيادتها لمدة عام وأنا على يقين أنه خلال هذا العام ستحدث تطورات تكون للمملكة الصدارة في قيادة التغيير نحو الأفضل إن شاء الله أشكرك دكتور عايد المناع الكاتب والإعلامي الكويتي كنت معنا عبر الأقمار من الكويت شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لضيفي هنا في الستوديو والدكتور عبدالله العسى في الأكاديمي والمتخصص في الإعلام شكرا دكتور شكرا أيضا لدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والاستراتيجي شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا لهذه التغطية المباشرة التي ناقشنا من خلالها البيان الختامي للقمة العربية التاسعة والعشرين قمة القدس التي أطلق عليها هذا المسمى خادم الحرمين الشريفين والتي انعقدت جلساتها في الظهران هذا اليوم نحن معكم في قناة السعودية دائما ومع الحدث في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة